حيرت كل مرة أشتري لابتوب ولا بي سي لو سألت صحابك وارد تحصل خنائك لأن كل واحد عاوز يقنعك برأيه الشخصي الموضوع بعيد عن أشتري انتل ولا اي ام دي أشتري انفيديا ولا اي ام دي لا شك ان كل واحد من الاثنين سواء بي سي او لابتوب ليه مميزاته وعيوبه والاختيار بيعتمد بصورة أساسية على المناسب ليه الشركات المصنعة للابتوب حتى في بلع حاجة مهمة قوي ان الهدف الأساسي من تواجد اللابتوب ان يكون معاك في أي وقت واي مكان مش كل ما تعوز تروح تلعب مطشين فيفا مع صاحبك تروح معزل إلكترونية لكن لو معاك لابتوب هتشد وهو والأدابتور وعلى صاحبك على طول فهنا اللاب في السيناريو ده هو الأفضل لكن السيناريو ده أنا مش هينفع أعممه على كل الناس كهارد كور جيمر بنروح لما هو أبعد من الفيفا والبي اي اس احنا مش فارق معنا السوشيال اكتيفتي احنا عاوزين نقاط فقدتنا بألعبنا قعدة الشيرنج اسكيرنج ما تلزمناش ومن هنا نبدأ نسأل نفسنا الأسئلة المهمة أشتري لابتوب ولا بي سي الحقيقة أنا سعيد أنك سألتني السؤال ده أو أنا اللي سألته خلينا نبدأ بإيه هستفاده لما أشتري بي سي البي سي ببساطة شديدة جدا قادر بكل سهولة إنه يديك أداء أعلى خصوصا في الملتي تسكينج لأن البروسيسور زي مثلا لو فيه جيل جديد منها مش بينزل في اللاب الأول وبعد كده البي سي بتعمل منه فيرجن أقل في المواصفات الأساسية زي الكاش والتردد وبعض الأحيان الأنوية والسبب بيرجع عشان يقلله من استهلاك الطاقة بالتالي درجة الحرارة تقل وللأسف هيقل كمان أداء البروسيسور كروتي الشاشة في اللابات هي أكتر القطع اللي عانت جدا من السيناريو ده لدرجة إن في فترة من الفترات كانت فيه فجوة كبيرة بين أداء كروتي البي سي واللاب توب مع إن الاتنين من نفس المعمرية ونفس الاسم بس بتاع اللاب توب كان أخره حرف M وفتكر النقطة دي كويس لما بتشتري بي سي بيكون عندك باي ديفولت أو التحديث أو الأب جريد تقدر بكل سهولة إنك تستبدل قطعة بقطعة أعلى منها طول ما المنصة بتاعتك تسمح بكده بالتالي الأب جريد ده هيعود عليك بزيادة في الأداء الأب جريد ده ممكن يكون فريمات في كارت شاشة في SSD في هارضات عشان المساحة تكبر أو حتى في بروسيسور خصوصا لو AMD لأن AMD هتخليك بسوكت واحد تقدر تختار ما بين أربع أجيال انتل أخرج معها جيلي فمدام في زيادة في الأداء يبقى في درجة حرارة أعلى وهنا تيجي تالت ميزة بيقدمها البي سي ميزة إنك تختار بين أنواع كتير جدا من حلول التبريد بمختلف الأحجام والنوعية Air أو Liquid والاختيار بيكون على حسب منصتك وعلى حسب المساحة الداخلية للكيس عندك وطبعا على حسب ميزانيتك ولو أنت مبدأ شوية وعندك الأدوات والميزانية ممكن تدخل في عالم Customization أو الأجهزة المعدلة الفكرة إن البي سي ميديك حرية كبيرة جدا فإنك تحدث وتاخد أداء أعلى تعدل وتعمل شكل أحسن المهم إنك تكون عارف أنت بتعمل إيه بالزبط فدركة الحرارة هتكون غالبا آخر حاجة أنت ممكن تقلق منها خصوصا لو كرت شاشة لأنك في العادي وإنت بتشتري كروت شاشة بتشتري كروت الأفتر ماركت وده بيرجع لأسباب كتير جدا أنا وضحتها في حلقات فاتت فالحجم اللي بتوصل لكروت الشاشة مش معمول من فراغة فنقطة درجة الحرارة تاني في البي سي هتكون آخر مشاكلة على النحية الثانية اللابتوب فكرة اللابتوب إنه يكون كمبيوتر معاك في كل مكان وفي كل وقت والداتا بتاعتك تكون معاك سواء تخص الشغل أو داتا تكون شخصيا حتى لو ألعاب لأن في بعض الناس اختيارهم لللبتوب بيكون على أساس إنه يشغل PES ولا لأ مشكلة اللابات الأزلية إنها بعيدة تمام البعد عن مفهوم الحرية يعني لو افترضنا إنك اشتريت لابتوب ببروسيسور كور اي فاي للأسف أنت مقيد بالأداء بتاعه لأن عملية التغيير أو التحديث قليلة جدا والموضوع برضو فكروت الشاشة غالبا أنت كل اللي تقدر تستبدله الهارد بهارد أكبر أو تستبدله بSSD وتشتغل على هاردات الاكسترنال لأن للأسف معظم اللابات ما بتدعمش غير وحدة التغزين واحدة بحجم 2.5 بوصة أو تروح للحل الراديكالي في إنك ترفع من مساحة الرامات اللي مش بالضرورة هترفع من أداء جهازك لوحدها ويفضلك في اللاب قطعتين ما ينفعش إنك تغيرهم إنت ممكن تغير رام هارد أو SSD بمساحات أعلى لكن إنك تغير بروسيسور وكارت شاشة دي من رابع المستحيلات ويمكن دول أكتر القطع اللي أداءها اتأثر بكونسبت اللابتوب لأن الشركات المصنعة للبروسيسورز أو الجي بيو عشان يحفظوا على فكرة التنقل وصولة الحركة اضطروا إنهم يعملوا شرايح من نفس الأجيال ويقللهم مواصفاتها عشان يقل استهلاكها للطاقة ولما يقل استهلاك الطاقة تقل درجة الحرارة وده السبب اللي مخليك تلاقي فيه بروسيسورز بنتهي بحرف اليو والواي والإتش كيو والإتش كيو كل رمز من دول ليه ميزة عن التاني من حيث الأداء واستهلاك الطاقة أعلاهم من حيث الأداء هو الاتش كيو والإتش كيو أقلهم من حيث الأداء واستهلاك الطاقة هو الواي الجي بيو هو كمان كان ليه رمز معين وهو الام فكرة إن الشركات تقلل من مواصفات الشرايح عشان يقل استهلاك الطاقة ودرجة الحرارة ما كانش اختيار بالنسبة لهم زيادة المواصفات معناها على طول زيادة في الأداء واستهلاك الطاقة ودرجة الحرارة فالمصنع هيضطر إنه يستخدم دايرة تبريد أكبر دواير الطاقة أكتر دايرة تبريد أكبر لدواير الطاقة دايرة تبريد أكبر يعني حجم اللاب من حيث الأبعاد هيزيد ووزنه هيزيد فكرة التنقل من المفترض اللي هو معمول عشانها هتكون أصعب حتى مع التقليل في المواصفات عشان تقليل استهلاك الطاقة وتقليل درجة الحرارة للأسف الموضوع ما كانش بنفس الجدوية اللي الشركات كانت متخيلها علميا التصميم المستخدم بيكون حاجة في منطقة الاحترافية عمليا الدنيا ملهاش علاقة خالص بالتصميم دا زي اللي بيدرس تجارة ومش عارف الفرق ما بين المدين والدائن أنا المساحة الداخلية في اللاب بتكون محسوبة بالصنطي مفيش رفاهية ان يكون فيه مكان لهوى زيادة على عكس البي سي الدنيا بتكون فيه براح الهوى في اللابات بيخش من مكان معين ويخرج من مكان معين مفيش قدامه مصار تاني مش معنى كده ان درجة حرارة اللاب بتكون عالي على طول بس عمتا لما تيجي تكرمه مع البي سي اللاب درجة حرارته هي الأعلى يبقى اللابات اختيار بس اختيار مواصفاته أقل أداءه أقل مش هتقدر بتحدث فيه كتير أو التحديث فيه سطحي هتقدر تشيله معاك في كل مكان بس درجة حرارته هي الأعلى ده غير انك مثلا عشان تجيب لاب جيمينج هاي اند تكلفته هتكون أعلى بكتير من البي سي اللي ممكن بنفس الميزانية تجيب إمكانيات أعلى آه هتحتاج تعزل إلكترونيا لما تيجي تتحرك به في حين انك هتتحرك بالنابتوب أحسن وأسهل وأخاف وخلي النقطة بتاعت أخاف دي لقدام شوية يفضل الوضع على الحال ده لفترة طويلة كل الأجيال الجديدة سواء بروسيسور أو جي بيو بتحاول إنها تسد الجاب بين اللاب والبي سي لأن هدف أي جيل جديد حتى وإن كان تعديل من الجيل القديم هو تقليل استهلاك الطاقة رفع أداء الأنوية مع رفع تردد التشغيل عشان يديك أداء أعلى ودي مش حاجة حلوة خالص ليه عم؟ أو أنت مش عجبك أي حاجة خالص؟ لأنك لو فاكر في حلقة فاتت إننا اكتشفنا إن مع أعلى بروسيسور موجود في بوتل نيك أو ما يعرف بالدرك سيليكون فكل ما قال استهلاك الطاقة وزاد الأداء مش هنحتاج إننا نقلص من مواصفات الشريحة نفسها وبتالي أداءها مش هيقل ونسد الجاب ما بين اللاب توب والبي سي وما يبقاش ده فوق وده تحت هو ممكن اللي تحت يفضل تحته بشوية لأن ده بالضبط اللي حصل في معمارية باسكال معمارية باسكال عزيز المشاهد هي أول معمارية تقدم كروت شاشة في اللابات بمواصفات زي اللي موجودة في كروت البي سي وتبقى معمارية باسكال هي المعمارية الوحيدة اللي نصفت اللابات أصاد البي سي وسدت الجاب بين كروت الشاشة في البي سي وفي اللاب توب لدرجة إن بعندنا تعريف واحد بس بيعرف الكروت هنا وهناك وأي تحسينات بتنزل هنا بتنزل هناك فدي تعتبر أفضل حاجة حصلت في تاريخ اللابات اللي عملته إنفيديا بالتحديد إن الكروت اللي بتكون في اللابات عدد الكودا كورزي فيها أعلى لكن ترددها أقل وده لحد كبير قرب الأداء بين الاتنين وفي نفس الوقت قدم معدلات استهلاك طاقة أقل مع درجة حرارة أقل وبكده ده أحسن وضع وصلت له اللابات قبل معمارية باسكال الوضع كان مزري جدا فكرة إنه هما يعملوا النسخة أقل من الشريحة الأساسية عشان استهلاك الطاقة يقل ودرجة الحرارة قل كان بمثابة حكم بالإعدام على أداء الجي بيو زي ما ممكن تشوف النتيجة اللي كانت بين الجي تي اكس 980 والجي تي اكس 980 ام لكن لو بسيط على فرق الأداء بين كارتين من معمارية باسكال مع تعديلات بسيطة على شريحة الجي بيو اللي في اللابات الفرق بين الأداء قليل جدا هيمنة إنفيديا على السوق ده الحد كبير كانت مفيدة لإن حال اللابات اتغير وبقى دلوقتي عندنا لابات فيها كروت قوية أداءها قريب من أداء كروت البي سي ده غير إن في لابات دلوقتي بقى ببروستسور 6 كور و8 كور معتمدة على سوكت LGA من انتل وAM4 من AMD وتقدر تكسر سرعتها بالمناسبة البروستسور اللي بينتهي بالHK في اللابات بيدعم هو كمان تكسر السرعة بس طبعا لحد معين المهم إنه كل ده مكانش كافي فاكر النقطة اللي قلتلك عليها خليها لقدام شوية أهو معدها جيدة فكرة اللابتوب في البداية إنك تتنقل بيه من مكان لمكان لكن اللابات الجيمينج خصوصا الهاي اند منها كانت مشكلة كبيرة لاب زي اللي انت لسه شايفه من شوية بتمن 4200 دولار وزنه حوالي 4 كيلو جرام من غير الأدابتور مجرد فكرة إنك تشيل لاب زي ده وتمشي بيه من مكان لمكان فكرة سيئة جدا وعن تجربة ممكن وإنت ماشي ياخدك سوبليكس على الأرض وهنا تظهر انفيديا تاني مرة في الصورة بما إن الكارت هو أكتر القطع المؤثرة في الألعاب وأعلاها من حيث درجة الحرارة واستهلاق الطاقة مقارنة بالسيبيو فما كانش فيه قدام إنفيديا إلا إنها تفكر في طريقة تقدم بيها لابات جيمينج بكروت بنفس قوة كروت البي سي بس بأبعادها قال ووزنها قال وهو ده بقى جوهر الماكسي كيو أول ظهور للمسمة ده كان في معرض كومبيوتكس 2017 اسم ماكسي كيو الحقيقة بيوصف الشيء اللي معمول عشاني إنفيديا عندها إبداع غير عادي في تسمية أي حاجة لها خد عندك معمرية زي تيسلا، فيرمي، كيبلر، ماكسويل، باسكال، تيورينج كلها أسماء مرتبطة بأشخاص ليهم تأثير كبير في الفيزياء أو الرياضيات حتى اسم ماكسي كيو هو جاي من علوم الطيران والمفترض إن الإسم ده بيمثل أعلى نقطة ضغط ديناميكي توصلها المركبة طبعاً أنت مش فاهم حاجة، ولان الحقيقة فاهم حاجة المهم إن إنفيديا أخدت المسمة وتبنت حاجة شبيهة به وهي البيك إفشنسي وخلينا أشرحك الموضوع ببساطة أكتر هدف الفكرة إنها هتقدم لبات جيمينج بأداء كروتي البي سي بداية من معمرية باسكال ودلوقتي معمرية تيورينج، معمرية كروتي الارتي اكس اللي تعتبر حالياً هي أفضل لبات من حيث المعمرية ومن حيث الأداء وكوبي بيست من الكروت المتاحة في البي سي بالأنوية الجديدة المسؤولة عن الري تريسنج والديب ليرنينج سوبر سامبليج كل الأداء والمواصفات دي مع تحقيق كامل أطراف المعادلة التانية زي السمك الأقل والوزن الأخاف وحطت في الاعتبار أهم معامل التبريد وديف كمان على كده الهدوء لأن كلنا بنشتكي من ارتفاع صوت مراوح اللابتوب وقت الضغط طبعاً مش هتتأثر بالصود ده لو انت حاطت سماعة بس يصدقني الصود ده مزعج جداً يبقى الماكسكيو بيحقق خمس أطراف من المعادلة أداء تبريد أبعاد ووزن وصوت نحقق الكلام ده إزاي؟ نفس القيمة اللي بيمثلها الاسم الأصلي هي هي نفس الفكرة اللي اعتمدت عليها انفيديا بس بمسمة تاني وهو البيك إفشنسي بمعنى أن اللاب الاعتماد على الجي بيو هيحقق أعلى نقطة في الأداء مع أقل استهلاق طاقة وفي نفس الوقت حاطت في الاعتبار درجة الحرارة اللي هتكون في أقل وضع لها مع أقل معدل دوران للمراوح عشان الصوت يكون أقل والكلام ده بيحصل بالاعتماد على الكودا كورز اللي بتقدر تحلل المشاهد في الألعاب لأن المشاهد بتكون مختلفة من حيث الأحداث ومن حيث المؤثرات البصرية فمش هيكون في احتياج للجي بيو يشتغل بنفس القوة في كل المشاهد وهنا بقى تيجي التركة بتاعة انفيديا الجي بيو مش هيشتغل على طول بنفس القوة فهيوصل لنقطة ما يكون الأداء في أفضل وضع ليه مع أقل استهلاك طاقة استهلاك طاقة قليت يعني درجة حرارة قليلة يعني المراوح مش محتاجينها تدور بصرعة عالية ودي حاجة كويسة جدا بس التغير في الفريمات المعروضة ممكن يحسن الشخص اللي بيلعب بإن اللعبة من الثالثة وهنا بقى يجي دور الشاشة معظم اللبات اللي أنا شفتها معتمدة على تصميم ماكسكيو ديزاين فيها عاملين مشتركين الجي سينك والرفريش ريت العالي لو ما فهاش جي سينك فعلى ألا يكون فيها ريفريش ريت عالي بتالي أي تغير في الفريمات من مشهد لمشهد هيتم عرضه بصورة سريعة التزامن اللي هتخلقه الجي سينك مش هيخليك تحس بأي حاجة لأن الفريمات اللي هيعالجها الكارت هتتعارض زي ما هي على الشاشة بنفس الفريم ريت اللي طالع منه فمش هيبقى فيه تيرينج ولا استطرينج ولا انبوت لاج ده غير إن اللعبة هتكون ثلثة جدا وهيتديك قيم ألوان لو الشاشة اللي معاك بتدعم الـHDR بعتبار إن الجي سينك هي الشريحة الوحيدة اللي بتدعم التقنية دي كل الكلام ده واللاب هيكون فيه كارت زي الـRTX 2080 أو 2070 أو 2060 ووزنه لا يزيد عن 3 كيلو جرام وصمكه لا يتعدد 18 مليمتر بالشاشة لاب جيمينج بالأبعاد دي والوزن ده مع كل المواصفات اللي ممكن تلاقيها هتعرف إن فيه تطور كبير جدا بتقدمه تقنية ماكسيكيو أو تصميم ماكسيكيو عن اللبات الجيمينج القديمة من الأكيال اللي فاتت ضيف على كده إنك لما هتكرر تشتري لاب من اللبات الجديدة من نوع ماكسيكيو المعتمدة على معمارية تيرينج هتاخد أنوية تيرينج الجديدة بدعم الـRate Racing والDeep Learning Super Sampling في الألعاب أي نعم مش ألعاب كتير هم لعبتين بس بس تواجد التقنيات دي في اللعبتين مقدم تجربة مختلفة من حيث الفيجول والثلاسف للأسف أنا لسه مليش تجربة كاملة معلبات من نوع ماكسيكيو بس كان لازم نشوف الموضوع بدأ منين ووصل لفيد مع كل التطور ده أنا لازلت عند رأيي إن الـPC لازال هو المهيمن على الأداء لكن في الأول وفي الآخر الاختيار بيعتمد عليك أنت وعلى الجهاز اللي هيناسب استخدامك فلو أنت عاوز جهاز سابت مكان وهو البيت يبقى اللابتوب مش اختيارك لا سعرا ولا أداء ولا حتى استخدام لو شخص بيسافر باستمرار زي إنا هنا زهقت من اللبات اللي تقطم الوسط بسبب وزنها وعاوز حاجة تسليق وفي نفس الوقت تنفعك في شغل الـ editing والرندرينج أو الأداء لازال لا يرتقي لأداء الـ PC بس بقى مقارب ليه وفي نفس الوقت ما تخلكش قاطع فيزيتها مع دكتور نفساني بسبب الوزن والشيلة اللي انت بتكون شيلة أو دكتور أعصاب يبقى لازم يكون اختيارك اللي لا بيحقق لك أطراف المعادلة كلها من حيث الوزن من حيث الحجم من حيث الأداء درجة الحرارة واستهلاك الطاقة يبقى مقدماتش غير الماكسيكيو ديزاين غير كده أنصحك تروح للـ PC مش معنى كده أن اللبات وحشة بس الـ PC مميزاته أكتر ومش لازم تروح لصاحبك خليه هو اللي يجي لك وقبل مرة انتو الاتنين تعملوا سبسكرايب لعرب هاردوير عشان الحلقات اللي جاية ولو الحلقة دي عجبتكم تنسوش تعملوا لايك ورأيكم تحت في التعليقات واستمنوني في الحلقة الجاية اشتركوا في القناة